سوار إلكتروني جديد كشفت عنه شركة لينوفو وأطلقت عليه اسم لينفو سمارت باند اس دابليو مئة الكشف تم بهدوء تام فقد ظهر السوار على موقع الشركة دون أي إعلان رسمي أو بيان صحفي حوله وتظهر صفحة المنتج على موقع الشركة الصينية الأهداف التي تم من أجلها دخول سوق الأجهزة القابلة للارتداء عبر السوار لينفو سمارت باند اس دابليو مئة فهو موجه لفئة الشباب المهتمين بحالتهم الصحية ولديهم اهتمام أيضا فيما يتعلق بمنتجات التقنية الجديدة ويعمل السوار الجديد على تتبع خطوات المستخدم وحسب المسافة المقطوعة بالإضافة إلى معدل حرق السعرات الحرارية ومعدل ضربات القلب ويمكنه أيضا مراقبة عادات النوم الخاصة بالمستخدم وحسب ما توضح بعض التفاصيل المنشورة ضمن الموقع فإن السوار الجديد قادر على جلب تنبيهات المكالمات الهاتفية والرسائل النصية ومواعيد التقويم من الهاتف فيما يبدو أن الشاشة لن تكون قادرة أيضا على عرض نص الرسائل الواردة ويقدم الجهاز ميزة مفيدة لمستخدميه فهو يقوم بفتح قفل الحاسب بشكل تلقائي بمجرد اقترابه منه وتشير المعلومات إلى أن السوار لا يعتمد على نظام التشغيل أندرويد وير الخاص بالأجهزة القابلة للارتداء والمطور من قبل شركة جوجل وسيتوفر الجهاز الجديد بلونيه الأزرق والبرتقالي وهو متوافق مع أجهزة أندرويد وآي او اس وويندوز فون موسيقى